السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أنا مرحبا فيكم في مادة التربية البدنية والدفاع عن نفس اليوم بدن الله إن شاء الله سنتكمل درسنا بحصة الماضية ودينا نراجع بعض المادة المهمة ونضيف بإذن الله إن شاء الله بعض المعلمات البسيطة والمهمة لكن قبلها رح ناخذ جراءات تستدع المادة التربية البدنية وبعدها بإذن الله ننتقل بإذن الله يتمرني اليوم تمرين بسيطة نهي فيه العضلات والمفاصل وبعدها بإذن الله ننتقل درسنا اليوم واخيرا سنأخذ بمراجعة بسيطة على درسنا اليوم بإذن الله في البداية نستذكر مع بعض وذكروني ما هي الإجراءات الاستعداد لماد التربية البدنية والدفاع النفس في خمس إجراءات لازم نسويها لكي نكون جاهزين ومستعدين رقم واحد ممتازين الحرص على النوم الكافي لازم دائما نحرص على النوم الكافي ليلا ثانيا التغذية الجيدة الصحية دائما الغذاء وليمدنا بالصحة ويمدنا أيضا بالطاقة ثلاثة شرب كمية كافية من الماء رابعا ارتداء الملابس الرياضية المناسب عشان أقدر يش أدي تمارين رياضية بكل أريحية خامسا اختيار المكان المناسب وتاية اللازم اختار المكان المناسب وأيضا وهي وجهزة من جميع النواحي والآن ننتقل مع بعض تكلمنا عن الإجراءات بشكل جدا سريع قلنا الحرص على النوم الكافي وأيضا التغذية الجيدة وأيضا شرب الماء وأيضا استدال ملابس المناسبة وأخيرا اختيار المكان المناسب وتاية مثل ما ذكرنا قبل شوي والآن ننتقل من اليوم تمبرهم بسيطة وسهلة نبي من جميع الآن كن جاهز ومستعد وواقف ولابس الزير الرياضي المناسب مثل ما ذكرنا قبل شوي واختار المكان المناسب الجميع قوف الصحيح الظهر مستقيم النظر يكون إلى الأمام ممتازين لرعين بجانب الجسم تمري الأول مشي بالمكان بسرعة خفيفة وبعدها ننتقل سرعة متوسطة الجميع مع بعض تمرين يبتدي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ومتازين تمانية تسعة عشر سمع الرجل الثانية واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة أبطال ستة سبعة ثمانية تسعة عشر سمع الرجل بسرعة متوسطة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة أبطال سبعة ثمانية تسعة أخير عشرة قف تمرين الثاني قوف أخذ خطوة للجانب وتصفيق عاليا والرجوع إلى المكان ثم أخذ خطوة الجهة الأخرى وأيضا تصفيق عاليا والرجوع إلى المكان الجميع جاهز مع بعض تمرين ابتدي واحد ثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة أبطال سبعة ثمانية تسعة عشر استمر واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة امتازين ثمانية تسعة أخير عشرة قف تمرين الثالث وقوف ثرعين بجانب الجسم أخذ خطوة للأمام وارجع القدم إلى الخلف وارجع إلى الأعلى بشكل جدا بسيط ثم إلى الأمام بشكل عكسي جميع مع بعض جاهزين تمرين ابتدي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة ممتازين سبعة ثمانية تسعة عشرة استمر واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ممتازين ستة سبعة ثمانية ابطال تسعة عشرة قف ريح مع بعض في المكان مع أخذ الشهيق وزفيدة دائما نكد يكون الشهيق عن طريق الأنفق راجع عن طريق الفم إلى الخارج وامتازي مع بعض مرة ثانية أخير تسعة بتازين نستمر اليوم اليوم بدنا نتكلم عن الوثب الصحيح في المكان في بداية ما المقصود بالوثب الصحيح في المكان لو شهدنا الآن صورة ما مقبل الآن يوضح لنا القفز والوثب في الأعلى والنزول يكون في نفس المكان يعد الوثب حركة انفجارية تتمثل في دفع قتلة الجسم بأكملها في الهواء فهو يطلب قدرة كافية من القوة العضلية لتحقيقه دائما نحرص يكون نتمكننا عنه يكون غذائنا ونومنا كويس عشان يكون عضلاتنا كويسة ونقدر نعدي المهار والطب التعليمية بالشكل الصحيح وشكل المطلوب أيضا يتكون الوثب من جزئين أساسيين هما واحد الارتقاء شو مقصد طيب الارتقاء نوشدنا الآن صورة مامكم الآن الارتقاء هو الصعود أو إلى الأعلى هذا يتسمى المرحلة الأولى وهو مرحلة الارتقاء ثانيا الهبوط هنا الآن الارتقاء تقيم يكون فيه الهواء بعدها يتم الهبوط والنزول على الأرض بالقدمين والآن مع أنماط الوثب عندنا ثلاث أنماط رئيسية للوثب رقمواهد الوثب الأفقي يكون الوثب إلى الأمام ويسمى الوثب الأفقي واثنين الوثب العمودي مثل الموضح أمامكم الآن في الصورة يكون نزول في نفس المكان وأخيرا الوث من ارتفاعات مختلفة مثل مضح أمامكم الآن في الصورة الثالثة لحظة الآن يكون في شيء مرتفع ثم الوث والنزول في الأرض هذه الثلاث أنماط من الوث يعد الوث من ارتفاعات مختلفة أحد المهارات الحركية الأساسية والذي يعرف بالوث للأسفل لحظة الآن يكون رقوف للأعلى ثم الوث إلى الأسفل حتى الوصول إلى الأرض يكون بيش بالقدمين وهي حركة تتمثل في دفع الجسم بأكمله في الهواء للهبوط على الأرض لحظة الآن هذه سمى كتلة الجسم يتم تقوها إلى الأعلى للهبوط على الأرض نقضي الآن مراجعة بسيطة على درسنا اليوم يتكون الوث من جزئين أساسيين هما تكلمنا أن الوث عندنا يتكون من أساسيين أو جزئين أساسيين رقم واحد ممتازين أبطال ولو الارتقاء يكون إيش إلى الأعلى اثنين أبطال وهو الهبوط وهو النزول إلى الأرض بالقدمين وهذه هما الجزئين الأساسيين من مهارتنا اليوم كذا يا أصدقائي سيتعرفنا بشكل جدا بسيط على مهارة الوث في المكان وقلنا مثل ما قلنا حنا لا بد يكون بعض المهارات لا بد يكون اتباع عوام الأمن والسلامة عشان أقدر أدي مهارتنا بعضنا ممكن أثناء الوث من أماكن مرتفعة يكون أماكن جدا مرتفعة فنتجنب هذه المهارة لابد أن يكون مثل ما قلنا ذكرنا قبل شوي يكون أماكن مرتفعة بشكل جدا بسيط وبعدها الهبوط على الأرض ويضا الوث في المكان أو العام ودي وبعدها الوث الأفقي يكون إلى الأمام أعطيكم العافية جميعا على حسن إنصاتكم واستماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته